احسن قصة ممكن تسمعوها كيد من النبات الجميلات ديالي اميراتي الفنات اللي بنوري ليا الحياة نسمنا تكونوا باخير البارغة بتعليكم اليوم اجبت لكم قصة من قاع قاع الخابية قصة نار فلاقار لا اكتر اقول لكم هذا ما يجبكم حيث هذه القصة كثير من هذا ما يجبكم هذه القصة اخذت فيها واحد درس كبير اعرفت انه اللي حصدت اليوم امير مكان ما يزرز لا تقوم بذكر يجب الكثير من الاخرى ذا هو هذه القصة التي درعتي اليوم والاهم في الغاء ولولا وعندما تكلم الكثير من المحب المهمة الغزالة لا تتحدثي على مشاهدة ونخلو مباشرة في القصة محبا بنت عادية الجمال ديالي ليس لكم غزالة بصف ولكن لدي حق في السن الأسرة التي تتعب فيها أسرة التي تتعب فيها أبوها تتعب فيها لا يمكنها ترابط بيت نحن نبين أربعة ديال الخط و أنا قبل من الصغير و كنت أدلها في الدار تربيت في الشاو حتى شيئا ما خاصة و في نفس الوقت تربيت معقولة بزعف و كنت أرى و كنت أقول مسكين دريف الله يعمرها دار بالنسبة لي لم أكن أحد أسمتها هذا الشرير أو هذا الحرام لأنني لم أكن أردت هذه النوعية و دائما وسط عائلتي و أحبابي و الناس الذين يكونون هنا و ضائرين بيها حتى من الصحابات و العلاقات لم أكن لديها في حياتي في الليسي كامل كانت لدي صاحبتي و أحد أسمتها جيهان و فش طلعت لفاك و كانت لدي بنت عمي لم تتعرف على ناس أخرين كثيرا و كنت أردت أن أصبح أمي لم تكن أدعى كثيرا و لم تتعرف على ناس أحد أخذت بلونك و 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 قمت بلونك و أخذت بلونك و حتى حتى لدي أمي لا يجب عليك فقط فقط اخبارها لان الاب من الان تتجه في شيء لا يجب عليك نهائا بأس مالي والاصنائي ويجب عليك الوصفة ويجب عليك أن يحكم السعف فهذا لم يكن قررت هي التي تصلح الدار على طوقها مهمة اننا من قررنا و يجب عليك أن نصلح و يجب عليك المعارض و انت نحن في الوضع لدينا مرحلة يجب أن نتعرف الانترنت و نرى الناس الذين يفعلون هذا الشيء و أسألت مع أحد الشخص الذي كان اسمه كامل الخدمة في الانترنت كانت غزالة و هذه السيد كانت في مدينة واحدة أخرى و في النم знаю لندرجة ما قامت من الخدمة Primary مقابلة كنتك حولت بي Ok لقد حملت بي still one وقالت كتنا بياس بالفعل تماني الظلائي يتم تجربة ثمان تقريبك ثماني اعجبنا الحال قلنا لي صافي غير جي مهم سيتشا اعبار لينا الامور كانت غادي ميسرا مشاع تسافلي الدو في مهم الامور كانت مزيانة صافي هي هادي كدازة مدة حتى الواحد النهار قبل كهما يجيب لينا هذا الشي البدار للخدمة غاديدخول عندي الانستغرام ديالي وغاديدخول لي من كدبش عليك انا من النهار اللي شفتك مقدرش نهائيا نحيدك من بالي اعجبتيني بزاف وانا اختي بغيت غير الحلال ان شاء الله الى تسارة الامور وكنت موافقة وعجبتك وارتحيتي لي المرة الجاية فاش نجي نجيب معي والدية انا سضمني انا السيدنا اللي شا تعمل معي عادي ما قلل علي يحيا ما ما تشي حاجة وانا ما عمرش واحد مدهوم معي بهذه الطريقة الناس كامل اللي كانوا جاوا خطبوني قبل من هاد المرة جاوا خطبوني من طريق الاب ديالي يعني كيف شوفني كيف شعند باولا المعارف ديالي او النولا يعني شو واحد اللي غيجي ديالي انا كنت اول مرة تلفت وانظنكت وانتخلعت واجددني واحد اللي قفقه فاربي لي عالم بيها المهم قلت له يكون خير جا السيد اركب لي هاداك شي تهرف على الاب ديالي كانوا يبنتك عجباتني وبغيتها الحلال الاب ديالي جا عندي وقال لي بنتي جنوبا لك في هاد شي ماذا يقول لك يا بابا قلت له ما عرفتش قلت له سيد زي ما ما كان عرف عليه حتى شي حاجة ابديالي كان قلس معه وعرف ان الولد بقي الله بدي حياته وهو كان كيدير نجارة وحاليا ولي كيدير هاد شي ديال تغلاف ديال الحياة وهذا والامور ديالي زي ما شا نقول لكم الولد عنده صنع زوينة وماشي ما عنده صنع زوينة ولكن في بدايات ديال حياته بقي ما عنده لا دار لا دوار لدي شي حاجة ابديالي ما هم موالو قال لي خاصو يكون غير راجل والناس اما الفلوس حنا اللي كان ديروهم بشي هما اللي كان ديرونا عالينا بنيتي باش بديت تأذر بديت غير بشوية الحمد لله ليوم رايشين في الخير قال لي المهم ويكون راجل هادا هو المهم صافي كان صور عليه ما اسمع لي إلا كل خير قال السيد جيب وليديك ويكون خير فعلا كان جاب وليدي عندنا الدار وليديه كيف شافوني وشافوا الدار ودك شي بقى وغير حالهم فهمهم مهمتة وحد مدوام ما تكلم الأمور كاملة تبقى سرعت ما كان بلاش البنات ما كان بلاش شهور مقادة ضيحت فيها العقد ودرت فيها العرص ومشيت عنده المدينة اللي كان ساكن فيها خليت خدمتي خليت وليديه خليت كل شي غدي نكري مع واحد البرتما ما فيها بيت شاف يعني مقارنة في مكنت عيشة والجو اللي كنت عيشة فيه ما بين سماو الأرض أنا راه دار نارا راكت لكم ارغيل بديالي كبر من البرتما اللي كريت وخاها كان وطلحم دول الله وشكروا لله الدار اللي مشي تسكنت فيها ممسلوحة ما مقادة قال لي يا أحقا هادي غنسكن فيها غير واحد المدة وغادي نتحوله وانا راكت نجمع باش ندير الدار وانا 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 كنتم مشي مشكلة سيتي لأنها تكون معك في كاشوشك المهم هو تكون ولد الناس كيف مما قلتي يعني تكون ولد الناس مهلي فيها هذا هو المهم مهم دوش ما تكسيد زواج ديال نية ما تشرتنا عليه ما كنا ولاد الحرام معه ما نقصنا منه ما والو يعني سوف تساعدك العبادة الارتحيتي لي عجبك توكل سيا الله مو يميها هاتي كتو وش بيتكو كدابة لنقول لكم ما عشت معه يا مات زوينة كان مهللي فيها عشت معه يا مات مزيانة كان حنين الأمور كاملة كانت غاتية مزيان شا نقول لكم أنا ما كاملاش واحد اربع شهور من مرة الزواج لأب ديالي وليك يجيب لي خدمة من مرة خدمة ومشي الخدامي العاديين ديال أباق ديال فيلالا ولا كيجيب ليها كم مجمع ساكاني كيجيب ليه شي واحد يالله غيبدي يبني مو يمنى أنا الأب ديالي بحكم الخدمة دياله كانت يحرف المقاويلين بزاف 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 وكان كيجيب لي الخدامي اللي لكتار وفي طرف أشهر نقول لكم في طرف تلت سنين الراجل الوضعية دياله لمادية حسنات ما اللي يعرف المياه وهو دائما كيقول لي في هذا الوقت الخير ديال الأب ديالك ما همرني ما نسعه لاباش دياله انستاغرام كبرات ولو الناس كيحرفوه ولو الناس كيخدموه مهام الأمور الحمد لله ترقعات بالصافة فدك تلت سنين الراجل يتخرج طموبيل وكانت عنده واحد طموبيل هكذا يخدم بها ولكن يخرج طموبيل تفرع خدينا واحد ضار في السكل الشيماعي حينت أنا قلت له في البالس كيحن بخدر ضار واعرا قلت له أنا ما تزربش انا بشوية بشوية وخلي عندك الفلوس الان يتواجش محل يعني ستتمرف في الأشياء اللي غد خليك الفلوس ماشي في الدار مهم سياد كانت كتش أعجب العقلية ديالي وانا كنت كيس عليها لا أكثر ما يمكن كان الأب المسكين يدور معي وانا وماما كانت تكسيني البنية لذلك الساعة كنت مع ابنية كانت تكسيني من أحسن ذلك كانت تكسيني البنية لوقت اللي كانت راجعة من دارنا الضاري أشهرين تلت شهرين تلت شهر لأن والدي كانوا دائما كمشون الشمال وكي كيلو سلعة الشمال وكي كيلوه فاش كانت مشي كي أمروا لي الكوفر حتى من طموبي اللي أنا كنسوغة دي الواليد هو اللي أعطيها ليا زي ما مكنت أنا زي داعلي هوالو وكنت ذاك العيبة دي الحلاة داعنا كاملين كيدفعوه كيدفعو 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 حتى الأب تيالي بغني حتى أنا نكون عايشة مزيان ومراقصني حتى شي حاشا طبي يا هاتي بقينا هك 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 الامور كانت غادي مزيان بوحد طريقة اللي ما كتتخيلش على البال يعني الراجل من نهار على نهار كيكبر من نهار على نهار كيدي الكليان من نهار على نهار مشروعه كيزيدي كبر ولو معا خدامها بساف ولو كيشد يعني هك هكا خدمة كتيرة في دقة واحدة مهم الامور كانت غادي ميسرة دوست قربا واحد ست سنين معاه كانت زاد عندي الولييات ثاني كانت تحولنا من هديك الدار اللي كنا شرينا كان باعها ومشينا اخدينا واحد ودار خرا هديك الدار كانت ساوية كتر من 120 مليون وبحكم هوتاني الأب ديالي والعلاقات دياله والسيد اللي كانت كيبيع في هدوك الديور كان صاحبه الروح بالروح كانت تفهم معنا في الثامن وخلها اللي بسو 90 مليون وقال له عطيني هذك الشي اللي عندك وشي الاخر عطيه ليك ريدي وقال له ماشي مشكلة للدنيا هانية وفي نفس الوقت هو اللي كان خدم له بزاف ديال الخدمة كان خدم لي البيبان ديال الدار كان خدم لي بزاف الأمور هكا في الدار المهم سافي تحولنا هديك الدار الأمور كانت غاديهم سيانة بقينا هكاك حتى دوس مع هذك الراجل ساعة سنين ساعة سنين البنات ضعت لي من حياتي ساعة سنين ضعت لي مع كلب ميتساهلش مني الساعة واحدة في واحد النهارة البنات سنكتشف ان راجلي عنده دار اخرى انا كيف اكتشفتها الحمي بورش هلية حسب ما نكتبش هلية كوم راجلي يعني من ظهار اللي تزوش به كيف بكت لكم الخديته ويالله بعد حياته من ظهار اللي تزوش به كان اي حاجة كي بغي يزيدها كيتشاور معايا كيتشاور مع الاب تيالي يعني كي يدخلني في الموضوع ما دام عنده دار انا بسيقى شلال الخبار وانا كي مانده في الموضوع عناش انا ما غديش نعرف مهم انا فاش عرفت هديك الدار وحرفتها بالصدفة وغير نلاس اللي كان عرف قالوا هالية كي سحب اليوم انني انا في خباري لانا سيدك الساعة كان كيف نرش فيها مهم فاش عرفتها قررت انني انتباع هاداك الراجل ونحرف بالطبط اشنو كيدير وفعلا خليتوح تخرج الخدمة هذي الطموبيل ديالي وتبعتو تبعتو سيد مشى الخدمة ديالي وكانك ساعشتو احد المشروع مشى عليه ما بينتاش والجوج اللي كان كي يقولي انا انه ما كيقدرش ما بساليش ما ختمش غديهس طموبيل وغديمشي لهاديك الدار ايوا بقيت غدي يتابعها حتى وقف قدام الباب تيالها طلع السيد بشوي يالي خليتوح تتوصل لها طلعت من موراه بشوية حتوصلت للدار دقيت غدي تحلي اي واحد البنت انا كان عارفها مسيان سميتها سعاد وكانت خدامها عند راجل في المحل وهذه البنت شلا مجيت عندي الدار وشلا مكنت مشيت عند المحل وشلا مهدرت معها بنت كتبان درايفة وكانت كتعطيني واحد الوجه ليهي كانت العكس دياله مهم غدي تحلي الباب باللباس ديال الدار وهاد سعاد كان قالي انها مبقاتش خدامة بها وقعش مشكيل وانا قلت له حشومة زيما يلقيت ما تصلح صلاح وكانت خرجت وكانت خرجت انا في حالة دار قلبي تهزمي لم يكن بشعليكم لم اعرفت نبكي ومعرفت نغوة استفعتها ودخلت كان القراج القادس في الصالب مجبد لي يرشليه شافني هو يجمع الوقفة ووقفة وكانت كدير هنا وكانت كدير هنا وكانت كدير هنا بهذا الحوايج وكانت كدير هنا وكانت كدير هنا وكانت كدير هنا هو القادم كنت مستدومة لم أعرف ماذا يواقع ولم أعرف العلاقة وخذك شيء الشبعيني ولكن كنت أقول أنه لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن خرجنا من أمه قال يالله لا يمكن أن نمشي معك زيتون بلدي اللي سوف تابعني حتى كنت وصلت للدار ثلاثة نيشا اللي بيت ناس نيشا أجبت البايرس بيسكا جمال قال يالله وانا 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 لم أعرف ما هو واقع وهي دحكا عني وانا قدرت أنه كيف قتلوا حاملة وما زلتك تتلب فيها وما زلتك تتلب يعني انت هاته السيدة ليس مجرد علاقة نقولوا يالله بديتي وهدرك الان تغنيت ولا هدرك الالتالي سيدة حاملة يعني انت غادرني في الفراش في اسمانية والناس انا حياتي كاملة وانا محافظة على راسي كي تزوج براجل يحافظ علي مقدع لأمراض مقدع لأحفن نقول لك كلمة واحدة حسبي الله واني اعمل وكيل فيك وبغيت دنو بيخرجوا فيك وبغيت هاته كنية اللي كنت ديرها فيك وهذاك الاحترام اللي كنت تسكن احتار مك يجي واحد نهار وتشتاقوا ونبتلقاش ان شاء الله مهم حضرت راسي جمعت بالزي نزلت من الدار بكل هدوء هادك الدار ما زلت من هاواله من غير حويجة وحويجة وولادي دست المدراسة هزلت وريدتي بجوج ركبتهم في طموبر ووجدنا طريقا عند الوالد كيفوصلت وماما شعفتني قاعدة يا اشنوا واقع انا بديت كنى انا كنت دي حليقة يقول لها ماما انا بغت نعرف اشنه لاقص فيها. هل يجدني اهكا وشمه ما حرام عليها. انا ما نكربش عليكم ما قدرش اني نسوعب اني راجلي عنده علاقة وهذا يعني انه مش هادكية واحدة عنده بزاف دي العلاقات. واني مرداش على نفسي اني نزوج براجل او نكون مع راجل عنده علاقة مع واحد اخر في الفراشة دي ما نقدرش ما نقدرش نقبلها. يعني تليفون ودك شي خيانة. ولكم فاشك توصل للمرحلة الهنا كتولي زينة. وكي يقولي امراض وكي يقولي عفن. وانا انا كنقول لكم ما عمرني ما درت علاقة قبل. هلاش انتوش براجل المصخ. انا ما انقبلش. انا ما انقبلش. مو هي مشي تلتعرنا. مو هما بغت تسبوخ الدم عيطة الاب بتي هالي. اي طول خوتي ببعيط لي يقولوا كيفاش ما كيفاش. الاخور ده يبكي عليه احقار ما عارش نقع ليا وهدي اول مرة وهي ورادة بحملة. وانا والله ما احرفت باب بدي لي حتى هو طلع عليه الدم. وقال لي شوف اولا دي. تلاقينا اخوة انتوارق اخوة ابنتي تلقها. الاخور بدك يطلبوك يا زاوك. العار وعافك. وانا ابنتي كنت تعليها. وهدي انا غنزوج بها ونطلقها غير لعما عارف وشوها ما شوها. قالوا بتزوج بها طلقها شغلت نتوياها. ابنتي غدي تلقها وسيطلقها وسيطلقها واناك ما بقى عدنا ما نديرو بيك. الاب ديالي وخام مرداش وخام عجبوس الحال. وخام النوع اللي ما كيبغيش تلق. ولكن في الحالة ديالي ما قدرش نهائيا نهضب. انا جيتوني شان. قالوا شابا نبقى مع راجل. قالوا دابها انا حصلتو. ما كان بحكت من مراحل. الله معلم من اينت هو كي يقدرني. قالوا شنا نبقى من مراحل. ولي فيها سيدا. ولي كف فيها شي اهجب. انا ابا مقده لافن. وفعلا في مكانت تفكر. انا راجلي. كانت يمشي مع الخانزات في الوقت اللي كان معي الحميكي بورشانية. المهم هي هذك بكل هدوء. بكل هدوء. بكل هدوء. بكل هدوء. كلا ما اكدبش عليكم. خليت امري لله. وقلت يا ربي. يا ربي احما بدأني من اقصد. لانه فعلا تعني. ارى ما اقول لكم. نية اللي كنت غادية معها بها. ظهروا كيف اشدار. راح كتر شق شق. انا حالتك. ماشيشي واحدة اللي معي فينا. ولم يسد. خو كدب عليكم الكاذب اللي يقول لكم احقك يغادر حيتمرتم نقصاها. انا الف واحد. حسن منه يتمناني. مش يتفحالو. ولا او لك. ولا اخيب منه. حسن منه. كنت يعني عندي حق الزين. مهل يا فراصي. أقصى الحدود. مهل يا فراصي. أنت المعرفة سيكون على النجاح يتكن من أن يتحدث عن طريق الوصف لا بداية للمعرفة لا يتحدث عن طريق الناس لا يقال إنهم لا يقولون لا 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 هدو ايها لا يتحدث عن طريق الوصف سيدة لن تتحلل المهمة سيدة اطلب مجتمع لم يكن يريد ان يتسعى و يقول لي كيف يتسعى و ربما أحبت إذا قلت لم تسعى أعتقد أن يتزوجك وسأتلقها و أريد أن تتحلل و تتحلل مجتمع لأنه لم تتحلل سيدة للمتحل لا تتسوق لا تتعير تظهرهم يبدو علي احقا ويصحب لها رأسها انها عالية عليك ومالها اشنو فيها مهم هادراء اللي كانت تقسسني دل اشنو فيها خاصها تصبر ورجال هما هكا والراجل زعمه وخي غلط الدنيا هانية هادراء انك تسليم ايا مهم هي هادك اه دفعت اطلاق تياهلي انا ما كنت بغى من نوال وبغيت غلفك كمارت وما بقيت بغى نشوفها الحمد لله كيف مكتليكم كابرة في الخير كمارت ونقصوا حتى اخوتي كامل ينخدمين هازين رأسهم يعني ما اعرفت شو غنقول لكم انا كنت معاك كنت مرته وكنت كنت كايسع لي وكنت بغى ندليه المسقبال وابغيتو يكبر باش يكبر وليداته معاك كيفما انا كنت شوف المي كنت تتعامل مع ابا غير انا ابا طلع ولد الناس وطلع وانضل حرام هاده هو الفرق مهمية هادك تفارغت انا هادك السيد بكل هدو السيد سما غنقول لكم تنفخ 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 مكتلي شو غده من مرة ما تطلق نراش غنقول لكم ما كان لك حتى شهر مكتلي مشاطيه لعقد مها هادك السيدة ودلها واحد العراسيه واحد العراسيه من قوش لكم عليها عرف سلقاها كديره تخطاها كديره من قفا كديره تستعانز وكافي الحرب وكنت قوزها ما شوف كيفش فرح بها وشوف كيفش دال لها وهذا اللي كان يقول لك احقا ما احقا انا غنزوز بها وغن تلقا وغير غلطة والسيدة احتها هي كاسبارتها في الانستغران ديالها وفرحانة قد قولي يمنينجا كمراها السيدة كانت تخدامها مع راجلي وكنت كان عارفها مزيان وكنت كانت تواصل معها اه شفت حينت احنا فينا الفضل وكن بحونا عارفوا بالضبط هادك الشخص شنو كيدير من موراك مميه هادك تفارغت مع السيد تتقلمت وتتطعنت خاصة فاش عارفت تزواج وعارفت بتحياته وكن شوف عنا تسع سنين من عمري مشيت هكا كباطلة كان رحمد الله وكنشكر على هادك الوليدات وكنقول الحمد لله ماخرش هكا زيره ما عندي حتى شي حاجة دخلت وليدتي للمدرسة وانا كنت قلت صغير في الدار داس واحد المداجة عندي الاب ديالي وقالي واش انتي معيتيش واش ما خطت بديش حياتك قلت له بابا شنو غاديندير قالي يا بنتي نوضي عاونيني دائما عارفت أطوالا وقت صغير الوقت عندي محرقك فقالي قامت له معك بعد ذلك قلت له بابا ماما فقالي بابا تغنيته مهم للخروج من الدار و فعلا لم أدام السيد ليس من 2 شهرين مقاددة فقالي بالزعاف وكذلك ليس منذ الدار وكانس هناك قلت فتенти وترتفع للمداجة وقلت من هذا السيد وقلت المحطم الصف هم راضي ومرضي يطلب الحاجة لكي في الباب تأثير finished with with you. و يقول أن النار مرحبا. رحل لدولها وزوجة واصلت المعارضة, إلتبع بإحساس وتحسيم بها ووقت تحسيم نقص. و لا تحسيم رأسك بأن تحسيمه وحتاجي بها وخانتي. و تعرفين قيمة عن رأسك. ف beauts with you. و لكن يكتب لك الكتاب نفسية. يدخل الكلام. هذا الشيء الوحيد الذي كنت تقوم بها مدة كبيرة والذي أردت لي أن يحقم هذا الرجل ثاني وثاني وغيرت لي حياتي 180 درجة حاجة بسطة بالسهف وأكيد كل شيء يستطيع أن يقوم بها حاجة التي لم يكن أصحاب المفعول سيأتي بنتيجة لهذه الدرجة هي الجميلة هنا سنجوزها الأول القصة مازال قامة هذه القصة فوق الخيال وهذا الشيء الذي سيقوم بها والأحداث ستقلبه 180 درجة وماذا سيقوم بالأخر أنا شخصيا فأسمع هذا الشيء لحم دي بورشيلية قصة فوق الخيال قصة الفراعي ستكونون متحمسين في الجزء الثاني هذا الشيء الذي ستجده لكم ستجدون الرابط وكيف هذا في أول تعليق الغزالة ديالي ونطلقها في الجزء الثاني السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة